السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب يلا بنا النهاردة مع مشيد المتميز لمادة الاي سي تي. كوشا نمبر وان بيقول لي شو ده كوريكت انسر. الاي كي بي موقع الاي كي بي اللي هو بنك المعرفة المصري. صروة من المعلومات. ديجيال تولز. سهولة استخدام الادوات الرقمية وتطبيقات بيخلي الناس او بيمد الناس بالمعلومات. ده اصبح سهل. هز بي كم ازيار ديو تزا بوكينج تيكت بقدر اسافر بالقطارات والطيرات. ده اصبح سهل. هز ده انا بقدر عمل بوكينج حجز التزاكر عن طريق استخدام الانترنت. تكنولوجي هيلب تو فايند اريال ايتو بروبلم دات بنيفت لوكال كوميونيتي. اللي بيفيد المجتمعات المحلية اكيد سوليوشنز حلول للمشاكل. ميني هستوريكال سايت كان ناو بي فيسيتد باي اي تيكتز او من خلال الانترنت. ده بقى سهل جدا وبيخليني ازور ميني هستوريكال سايتز. استخدام التكنولوجيا. عشان ابقى مواطن رقمي صالح. بطريقة ايجابية. stay saving online by choosing websites. المواقع اللي انا بظهرها I have to choose wisely. بعناية وبحكمة. it's important to use التكنولوجي responsibly. بمسئولية. لازم استخدم التكنولوجيا بمسئولية. to become a successful digital citizen. someone tracks your responses on different social network sites. that means follow your digital footprint. قلنا البصمة الرقمية. the record او سجل او الاثر you leave on the internet. is the ability to use digital technology ethically باخلاق وresponsibly بمسئولية وسافلي بامان. the digital citizenship اللي هي المواطنة الرقمية دي المقدرة او the ability to use digital technology اللي هي التكنولوجيا الرقمية ethically باخلاق وresponsibly بمسئولية وسافلي بامان. stay safe online by setting a password. get strong password. stay safe online by using update software ولا setting strong password of them. achieving ايه? تحقيق ايه? تحقيق ايه? تحقيق ايه? بيحتاج لمجموعة من الرايتس الحقوق والديوتز الواجبات. الديجيطال سيتزنشيب مست بي اتشيفد باي سيت اوف رايتس and ديوتز. ان انا اعمل فولو للديوتز او الرسموزباليتي واي اشوف الحقوق بتاعتي. البايراسي القرصانة. is the circulation of content to be shared or sold to other اكيد. ده تداول غير شرعي. enable you to form an image of person through his responses and actions on social network sites. اللي بيمكني من انا اعمل امج صورة او تخيل ابرثون لشخص through his responses. من خلال ردوده والاكشنز وافعاله on social network sites. دي حاجة اسمها digital footprint ولسه الين ده record او اثر او سجل اللي ي leave behind you on the internet. is the illegal circulation of content to be shared or sold to other. لسه الين ده الديجيطال بايروس. ديها القرصانة. it's important to share the information about yourself and others safely and responsibly. بمسؤولية. you have the right لك الحق to not have your digital footprint or shared without your consent. بدون اذنك. digital citizenship المواطنة الرقمية. the ability هي المقدرة to use the digital technology ethically and responsibly. stay safe online. خليك في امان online. by sharing your information. طبعا غلط. sitting strong password. ان انا اعمل password او كلمة مرور قوية. ده بخليني safe online. is useful when you need an immediate response. اللي immediate response. اللي instant response. اللي real time. اللي two people at same time. ده كلها نوع من انواع ال synchroneous communication. the form of communication that require instant response or immediate response or happen in a real time or same time. you can make video calls with your friends through your mobile phone. communication that occurs in real time with instant response is synchronous communication. the التواصل المتزامن. is a form of simultaneous communication via the internet that allows you to watch your friend's audio and video. ده نوع من انواع الاتصال يعني happen in the same times او المتزامن via the internet so the internet او خلال الانترنت بيسمح لك to watch your friend audio and video. ده الفيديو شات. ده اه زائي. ايه اللوز يو تو تومنيكات ان جروب الشات رومز بيسمح لها ان انا عمل تومنيكات تواصل ان اجروب في مجموعات. وذ ايه ليرنينج بارتس بينتس كان ريسيف فيدباك. وذ سينكرو ناوس ليرنينج التعلم المتزامن او عن طريق الاتصال المتزامن بارتس بينتس المشاركين كان نسيف الميديات فيدباك. يوم ما يحصلوا على ردود افعال او فيدباك مردود في الوقت الحالي. الانفورميشن او الفايل بتوين تو بيبول ادى السيم طايم. ادى السيم طايم ونركز على الكلمات اللي هو بيجيبها تدل على او 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 اتصال متزامن. الام software is needed to communicate using instant messaging. يمكنك استخدام الانترنت to communicate synchronously and asynchronously both a and b. يمكنك استخدام الى الفيديو شات. ادفايز وزا كاميرا and speakers جهاز وزا كاميرا لها الكاميرا وزا سماعات and an application is needed to make a is needed to make a video chat. to start a you must create a link. لازم تعمل link او تبدأ link and send it to the participant الفيديو شات. to start a video chat you must create a link and send it to the participant وتاثره للمشاركين. in a chat room some part space may reply to your message في غرف الدردشة بعض المشاركين ربما reply يردوا على رسائلت. to create a account account. تعمل حساب على 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 الصفات. ان اضغط على الايقونة او الرمز بتاع ارسال. to start a call make sure your microphone and camera are on. you can write the title of your message via email in the field. بكتب الطائل اللي هو العنوان بتاع الرسالة بتاعي في الايميل in the field subject field. في subject field. بكتب عنوان الرسالة. the person in the charge. الشخص المسؤول عن الفيديو شات مي ميوت ايه يعمل ميوت يعني يقفل الصوت بتاعي المايكروفون. to have video chat with your friends you need a device with camera and speaker. while you are on a call. while you are in a call you can turn off your camera at any time. اقدر اقفل الكاميرا بتاعتي في اي وقت. can your teacher use to deliver the lesson online? اي من المواقع التالية يستطيع المدرس بتاعك ان هو يضع او يعمل upload the lessons online. دعم. online learning environment. بيئات التعلم عبر الانترنت. like the the model allows teacher and student to communicate. is a reliable digital learning source in the internet. اي من المصادر الرقمية او مصادر التعلم عبر الانترنت الرقمية. اللي reliable يعني موثوق فيها اكيد. اي كي بي. Egyptian knowledge bank. teachers can provide virtual a and upload quizzes through online learning environment. the lessons virtual lesson اللي هي الدروس الافتراضية. we upload the quizzes اللي هي الاكزام برضو through online learning environment عبر بيئات التعلم عبر الانترنت. which of the following online learning source would you recommend to your friend who wanted to ever find out the boiling point of water. درجة غليان المياه. اكيد منصة بلابي اللي تعمل بتprovide virtual lab. there are multiple online learning sources that can help you to learn. اتعلم عن المواضيع مختلفة. اكيد الاي كي بي. دي منصة مصر الاولى. او مكتبة مصر الاولى اللي موجود فيها مصادر كتيرة متنوعة للعديد من المواضيع. اذ اه اه معامل افتراضية منصة معامل افتراضية اللي هي بتسمح للطلاب والمدرسين او المعلمين اللي هم اعملوا تضارب عملية افتراضية بلابي. الباحث. ويليام تاينر. هو صنع افلام وخبير تكنولوجي وعالم في الانسانيات وده سهول استخدام الادوات التكنولوجيا الرقمية وتطبيقات بيمد الناس بالمعلومات اللي هم بيحتاجوها. السفر اصبح يعني مريح طبعا ده شيء مفيد وده ده دفع ثواتير ده بقى بيضار على حلول حقيقية للمشاكل اللي بتفيد المجتمعات المحلية. سنطبيقات تاينر جميع تعمل مع مماركات مختلفة لتأغفرت الانسانيات في موكسيات اشفاء حاجة تدابع الانسانيات لا يستطيع الاود او خطر في تهتمش الأكثر مع الانسان لا ديفع صحيح تديعها المحلية مع الانسانيات بحطر ويليس ان اتهتمش لديه او خطر في نفس الانسانيات Be careful about the source of information you get, wrong I have to credit the source of information I have to share. You don't have the right to engage with other online, wrong with the main rights as a digital citizen. Digital citizenship is the ability to show negative behavior in your communication, wrong the ability to use the internet ethically and responsibly. Don't evaluate what you are viewing or about to share, wrong this is from my responsibility as a digital citizen. You must respect the law while using the internet. Right. وده برضو من responsibility اللي ابتقى علي. تحقيق المواطنة الرقمية بيتضمن مجموعة من الحقوق والواجبات قولنا ان الاثر او ترس البرسون ليف behind is a digital footprint. You can copy content with the permission of the owner wrong. I can't copy content with the permission of the owner. اداب يضعني تحت طائرة القانون. القرصنة is the record of what you are do online including the sites you visit and your post. wrong the digital footprint. it's important to have a good manner and etiquette when dealing with other online. رائد. مهم جدا ان يكون عندي اخلاق واداب في التعامل مع الاخرين online. سكيب is a synchronous communication medium. رائد. السynchronous communication need instant or happen in real time. ودا السكيب ده نوع من انواع وفرم of synchronous communication. التولز needed for emails or internet browser or an email application. رائد. emails allow you to communicate in a group. رونج. ده الفيديو او شات رومز. الشات رومز allows you to communicate in a group. you can use the internet to communicate synchronously only. رونج. اي 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 كان use العودة التلفزيونية المباشرة are example of asynchronous communication wrong the example of synchronous communication التواصل المتزامن. Sending an email. إرسال email أو بريد إلكتروني is considered synchronous communication wrong. This is a form of asynchronous communication doesn't require an instant response. The video chat allows direct communication between two people only wrong two or more people. يعني اقدر اعمل في فيديو شات زي ما احنا بنعمل مسلا على زوم او الجوجل ميت زي ما درسنا. احنا اقدر اعمل communicate with two people or more. Information technology tools enable people of determination. للناس اللي عندهم العلقات. To communicate with teachers and view school subject. The process of communication between individuals at the same time is called asynchronous communication wrong that is called synchronous communication. The person who initiated the call. الشخص اللي بدأ المكالمة can make you let in the call right. يسمح لي ان انا اعمل join للمكالمة. To send an email to someone عشان ابعد بريد إلكتروني لشخص ما. طيب دير email address in the two field right. انا بكتب ال email address بتاع الشخص اللي هبعث له ال email. في الفيلد او في الحقل اللي هو. two. If you want to join a call. A video call. If you want to join a video call. Click on the link and wait to be get out. Wrong. Click on the link and wait to be let in. ان حد من الانيشيات او person in charge هو let in. يسمح لك ان انت تدخل بتعمل join للفيديو call. The emails should contain grammar mistakes before you send it. Wrong. You have to check a review the grammar mistake before send the email. Be sure the information you are sending is safe and accurate when you are sending an email right. Anyone can enter the video chat without needing permission wrong. instant messaging is a fun casual way to communicate مظبوط right. During writing an email don't forget to use greeting and ending right. ما تنساش تعمل التحيات والنهايات. You can turn the microphone on or off during the video chat right. ده اقدر افتح الكاميرا واقفل الصوت او الكاميرا اسناء المكالمة الفيديو. Anyone with access to the chat room. will be able to read your message right. اي حد موجود عندي على الشات روم ورقة الدردشة. ودخل خلاص. اكسس ده المفتاح بتاع دخل. able to يستطيع ان read your message. يا رسالتك. You can write the email. تقدر تكتب email of the person. الايميل بتاع الشخص. You are sending the message to. انك هتبع. الشخص انت بعته رسالة. in the subject field wrong. ده بكتبه فيه. two field. It is possible to find the information about space science. علوم الفضاء. and history. والتاريخ. on the map maker interactive platform. national geographic kids. provides a variety of subject for animals and science to history and even geography. right. قلنا ان ال national geographic kids. هو منصة الاطفال المقدمة من national geographic. بتقدم او بتعرض variety of subject. مواضيع متنوعة او عديدة. from animal. عن الحيوانات والعلوم والhistory. التاريخ والطبيعة. geographic. is one of the safest sites for research and data collection. right. ده الموقع بيعمل الخرائط. ده one of the safest من المواقع الامنة للبحث وجمع ال data. right. قلنا ان المواقع الموصوك فيها عن طريق في الانترنت مصادر مصادر لا تقدر بسامن للمعلومات. الماب ميكر. الماب ميكر. ده رونج. اللي بيعمل ده منصة اسمها منصة جليلابي. ناشونال جيوغرافيك كيدز. رونج برضو. قلنا الكلام ده اللي بيعملو منصة اسمها منصة ذي لابي. دمودو. بلاتفورم انابل تيتشار تو ديليبر الليسونز اونلاين. right. اونلاين انفيرومنت. don't allows student to post their complete assignment. رونج. قلنا منصة زين بلاتفورم الادمودو. بيالاوز اللي تيتشار and الستودنت. تتو كميناكات ان ان لارنج ان لائن سورس. بيالاوز اللي بيالاوز.